تحت رئاسة وزير الثقافة والشباب والتواصل سيد محمد مهدي بن سعيد صدق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء بحضور المدير العام للوكالة السيد خليل الهاشم الإدريسي وأعضاء المجلس الإداري ووسيط الوكالة سيد إدريس جبالي صدق على مخطط العمل وميزانية الوكالة برسم سنة 2023 وفي مستهل أشغاله صدق المجلس على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2021 علاوة على تقرير وسيط الوكالة إن الرهانة كان بسيطاً وهو كيف نوطد المكتسبات حيث أن التوطيد المكتسبات يمر بالضرورة عبر رؤية استراتيجية تعتمد على الاستفادة القصوى من الموارد التي نملكها صحيح أن المجلس قد اعتمد خطة استراتيجية جديدة ولكن هذه الأخيرة لا يمكن أن تأتي من فراغ وأن تتم بمعزل عن السياق الوطني العام الذي تطبعه إكرهات متعلقة بالميزانية ويجب علينا كوكالة أن نأخذ هذه الإكرهات في الاعتبار من جهته وبهذه المناسبة أشهد السيد مهدي بن سعيد بالعمل المهني الجيد الذي يقوم به صحفي وكالة المغرب العربي للأنباء على الصعيدين الوطني والدولي مشيرا إلى أن هذا العمل يستحق كل تشجيع والدعم يجب علينا كوكالة أن نضفي لحضورنا في الساحة الدولية طابع الوكالة الشاملة التي تقدم منتجات وخدمات في هذا الوسط الدولي وقد استوعب مجلسنا الإداري هذه المقاربة ونحن ندعم هذه الفكرة وسوف نأخذ كامل وقتنا لتحقيق هذا الهدف وتقديم منتجات جديدة سنتلقها سنة 2023 من جهته استعرض الكاتب العام للوكالة السيد رشيد بومحيل في عرض قدمه بهذه المناسبة الإنجازات التي حققتها الوكالة خلال سنة 2021 لسيما اتخاذ وكالة المغرب العربي للأنباء بصفة نهائية شكل قطب عمومي للإعلام من خلال إغناء محيطها بالمهن والمنتوجات وتميز المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء أيضا بمدخلة لوسط الوكالة الذي قدم تقريره لسنة 2020-2022 كما أعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني لوسط الوكالة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر